إلى أقصى شرق محافظة النجف الأشرف وناحية الحرية تشجر شوارعها احتفالا بالعيد الوطني العراقي شباب الناحية نظموا حملة أولى لتجيير مدينتهم بخمسمائة شجارة ضلية تتناسب وأجواء العراق الحارة حيث تم توزيع جزء من هذه الأشجار على عدد من المدارس وزراعة البعض الآخر في شوارع الناحية بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية العراق نفتتح إن شاء الله حملة تشجير نحو عراق أخضر في ناحية الحرية عدد الأشجار التي ستزرع هذا اليوم خمسمائة شجرة من النوع المتحمل للأجواء العراقية وتم الاتفاق مع الأهالي أنه تسلم إليهم الأشجار تشجيع الأطفال على الرعاية وخصوصا اقتراحت على بعض الأخوان أنه تسلم الشجرة بيد الطفل ليزرعها الطفل لغرس روح المواطنة الحملة لا قد ترحب المواطنين هنا الذين أكدوا على أهمية الزراعة وتكثيف مثل هذه الفعاليات كما أكدت دارات المدارس إنها تقوم بالتوعية والتثقيف لطلابها بضرورة الحفاظ على الأشجار والاهتمام بها الشباب هنا الموجودين اللي جاي يشوفوهم بلشوا بناحية الحرية اليوم إن شاء الله على بركة الله يعني بتشجير الشوارع وأبواب المدارس فيشفتها حملة رائعة وجميلة بشكل كلش حلوة ومن خلالنا إحنا ككادر يعني بداخل المدرسة جاي نوعي أيضا عن طريقكم جاي نوعي الطلاب إنه يهتمون بالأشجار بحدائقهم بالمتنزهات الحقيقة إحنا مرينا بهذا الشريح وشوفنا سياراتكم وغالياتكم قاعدة والعمال قاعدة تشتغل للتشجير الشوارع وأحنا نرحب هذه النبادرة الطيبة الجميلة وحاليا إحنا استلمنا منعتكم كم شجرة لتشجير الشوارع اللي قريبة على بيوتنا مشكورين لجهودكم بارك الله بكم ويعول المواطنون في ناحية الحرية أن تكون محافظتهم واحة خضراء من خلال تنظيم حملات مشتركة للزراعة مع الجهات المعنية والاشتراك في إدامتها والحفاظ على بقائها والتخلص من التصحر والتخفيف من وطأة ارتفاع درجات الحرارة من النجف الأشراف محمد الغالبي وانيوز اشتركوا في القناة